بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن تانشئت يا رب العالمين تجعله الصعب سهلا إن شاء الله سوف نكمل حل تمرين على التناسب المتسلسل بيقول السؤال رقم 15 هنبدأ بيئة الأسئلة عم سبعة للحل وإذا حدد طلب سؤال فيها نبقى نشوفه فيما بعد احنا كنا وقفنا في مورفات تعالى كان مفروض نحل السؤال 9 ففي عندنا خمس أسئلة واجب سؤال الأول بيقول إذا كانت الوقت جيم 15 ألف وباء وجيم ودال في تناسب المتسلسل إثبت أن الأول ألف على باء باء على جيم جيم على دال بتساوي مي إثبت أن باء مي باء زائد جيم وسطا متناسبا بين ألف زائد باء وجيم زائد دال لما يقول لي إثبت النداء ووسط متناسب بين دا وده إذا المطلوب مني إثبات النداء تربع بسوى حاصل ضرب دا فده تمام؟ يعني عايز أثبت النداء بسوى دا فده 牦 نريد أنين نظري أو دال ميم تربع يمكن أن نضرب مكان egy ميم وتربع inals وقد تربع ميم وتربع زائد الأول في الثاني 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 في الث إذا فعلت هذا يبدو أن هذا هو وسط متناسب بين القوزة والقوزة يبدو أن القوزة وسط مصف بين القوزين الأيصر هو ألف زائد في با يساوي ألف بإيه؟ ألف بدال ميم تكعيب حتى تنظري ذلك نرى على إيه ن Olympics السلوات الزال ميم تنظري ذلك تربيع ميم تكايب زائد دال تربيع ميم وثلاثة زائد دال ميم تربيع في دال بدال تربيع ميم تربيع بتساوي عندي هنا دا وده حدود متشابه يبقى عندنا دال تربيع ميم وثلاثة زائد اثنين دال تربيع ميم تكايب زائد دال تربيع ميم تربيع باقي عندنا هنا ميم زائد اثنين ديت دال تربيع ميم تكعب بباقي اثنين ميم ديت منقص اربعة ديت تكعب بدي ميم تربيع ودي ديت ميم اثنين ميم ودي ديت ميم ديت واحد اثنين ميم ديت اثنين كانت هنا ميم تربيع ميم اثنين ميم يتاتذك من 1 و 2 من 1 و 2 من 1 و 2 أي أن هذا تربيع يصبح حصل ضرب القصين بمعنى أنه هو تربيع وهو الوسط متناسب بين القصين إذا نستطيع نقوم بإذن نقوم بإذن نقوم بإذن 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 السؤال بعد كده ندخل على أسئلة الصفحة الأخيرة وهي تبقى أسئلة أهمة قليلا يصبح رقم 16 يقول إذا كان 5 ألف 6 7 8 كميات مجابة متناسب إذا كان 5 ألف 6 7 8 كميات مجابة في تناسب متسلسة إذا نقوم بإذن الجذر التكعيبي نقوم بإذن الجذر التكعيبي إلى 5 ألف على 8 تقوم بإذن الجذر التكعيبي إلى 5 ألف 6 7 8 هذا هو المطلوب مجابة تناسب متسلسل ينتج 500 على 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سوف نأخذ الأيمن الأيمن هو الجزر التكعيبي لخمسة ألف الخمسة ألف تساوي تمانية دال ميم تكعيب سوف نأخذ الأيمن هو الجزر التكعيبي لخمسة ألف تمانية دال ميم تكعيب ستة باء تمانية دال ميم تربية تمانية دال ميم تربية على سبعة جيم تمانية دال ميم تمانية دال ميم زائد الثاني في الطرف دا تمانية دال جزر تربيع لي ثم سأخذ تمانية دال ميم تربية تمانية دال مع تمانية دال ميم تربية الكلام ده بيساوي الجزر التربيعي لميم تربيع بيساوي ميم ده رقم اثنين من واحد اثنين الميم هي نفسها يبقى الطرف الايمن بيساوي الايصر يبقى اذا متطابقات السؤال ده صحيح او هو المطلوب يعني اذا كان با وسط متناسب سؤال رقم 17 اذا كان با وسط متناسب بين الف وجين يبقى نقول الف على البق بتساوي على جيم اخل السؤال اثبت ان خلال ده اثبت انهifier اvar Southeast بق أخر去 والسابعة speed , بق أخرى بعد اسبعت انه يوضر حدود الايصر اثبت ان اثثبت انه할 حدود الف وجين جيم أس 4 على ألف أس 3 لباق أس 4 زائل جيم أس 4 بالجيم أس 3 لباق أس 8 فنحن طبعا عندنا ألف على باق بتسوي على جيم وباق أس 8 فنحن من خلال ال POLs 4 وسهر كمطة جيم ميم تربيع جيم أس 8 إيجاب acesso او سالب او سالب او سالب ايه ما Lim�ol يتقيه بستخفى ز الم dx سالب سالب او اسرنا نقل كيف تصدر البعث فم في العùng كيف يتقيه الهاز دقيق ل심 مع م there it is awksowo على السلاب او racsak privats نفس الباغ مين يبقى جيم أسالب أربعة ميم أسالب أربعة والجيم أسالب أربعة تبقى كما هي هنا في البصر ناخد جيم أس أربعة بقى ميم أس ثمان تما ناخد كمان ميم أس أربعة ميم أس أربعة أهي وجيم أس أربعة يبقى فاضل هنا ميم قس أربعة زائد يبقى زائد واحد هنا مش هنقدر ناخد ميم عام المشترك لأنه مفيش ميم هنا يبقى هنا دي ميم قس تمانية زي ما هي وده دي ميم قس تمانية يبقى ميم قس تمانية زائد ميم قس أربعة زائد واحد ده في البصطة على المقام هناخد ميم قس ثالب أربعة ميم قس ثالب تمانية مقام مشترك ليه؟ عشان عايزة أخلص من السلب اللي جوادي طيب هتبقى يعيبه ورعا ده على ده كله فالواحد تمام زائد ميم قس ثالب أربعة مع ميم قس ثالب تمانية هتقسم على ميم قس ثالب أربعة هتديني ميم قس أربعة ليه؟ اضرب دي ميم قس ثالب أربعة هتديني ميم قس أربعة ليه؟ عشان أضرب ميم قس ثالب أربعة في ميم قس ثالب أربعة او continuك من اصول اسم إضافة وهي أساسية جدا.Your أحب التطبيقات على فوق المقامي , ففي بص تكون أس 4 , لا يدعون ميم أس 8 يطبيق ميم أس 8 إذا أفضل ميم أس 8 لما تصدر ميم أس 8 يطبيق ميم أس 8 أثناء الثالثة التطبيقات الهندسية التطبيقات الهندسية يقول سين وصد وعين أطول مثلث أطلع مثلث سين صد عين أطول إيه أطلع مثلث طيب أطول أطلع مثلث في أطلع مثلث يمكن أن أقول سين على صد صد على عين ساوي مين هذا الرقم 1 الذي نرى ويقول أنه سين زائد صد يتسوي 15 وصد زائد عين يتسوي 22.5 أو جد سين لصد صد صد المطلوب هو هذا نرى نحن نحل طبعا لدينا أطول أطلع مثلث في معطلات اثنين هم عندنا نقدر أقول السين بكام بعين مين عين مين مين تربيع سين بعين مين تربيع لأن تبعد اثنين زائد الصد بعين مين عين مين هذا يسوي 15 يعني أقدر أخذ عمل مشترك بره نقول يعني عين مين في مين زائد واحد بتساوي 15 دي رقم واحد طيب عندك صد عين مين زائد عين بتساوي 22.5 يعني نقدر ناخد عين مشترك بعين في مين زائد واحد بتساوي 22.5 رقم 2 نتيجة كده نقسم 2 على 1 وعاوز ايه الى ايه هنقسم الاتنين دول على 4 بقسم 21 1 على 2 عين مين في مين زائد واحد على عين في مين زائد واحد بتساوي 15 على 22.5 ده مين تساوي 15 على 22.5 عندما تنسي اعلى الالها الحسب 15 على 22.5 ستديك 2 على 3 يعني مين 2 على 3 يعني مين عاوز العلاقة ما بين سين الى صاد احنا بنقول ان سين على صاد بتساوي صاد على عين بتساوي مين الى 2 على 3 يبقى اذا اي نسبة منهم بتساوي 2 على 3 يعني سين الى صاد بتساوي 2 الى 3 وعلى سين الى صاد فاللي بعد كده في الاسئلة المتطبقة بيقول الو 19 بيقول ابقى قليلت بقى جيم مثالات فيه قياس زاوية جيم بتساوي ألف وب وجيم على الترتيب في تناسب متسلس في أول قياس ألف وقياس جيم أنا عندي مثلس في قياس ألف لقياس ب ساوي قياس ب لقياس جيم بتساوي مين تناسب متسلس طيب هو بيقول ان قياس زاوية جيم بتساوي 60 طبعا قياس زاوية قياس ألف وقياس طبعا لدينا جيم معروف سأقول بما أن قياس زاوية ب بتساوي قياس جيم في 60 جيم في مين قياس جيم 60 في مين 60 في مين طيب قياس زاوية ألف بتساوي ايه بتساوي ب اللي هي جيم في مين تربيع يعني بتساوي 60 مين تربيع طيب احنا عندنا قياس زاوية ب زاوية جيم بتساوي 180 ألف بايه جبناها بستين مين تربيع بقل جبناها بستين مين وجيم بستين ده بساوي 180 اجمع ستين نختصر كل على ستين تبقى مين تربيع زايد مين زايد واحد بتساوي ثلاثة يعني مين تربيع زايد مين نقص 2 بتساوي صفر يعني مين في مين مين في مين واحد في ايه في اثنين دي مجد سالب بتساوي صفر يعني مين بتساوي واحد ومين بتساوي سالب اثنين ده مرفوض ما فيش عندي زاوية ايه نسب لزاوية بالسالب يبقى انا هاخد مين بتساوي ايه واحد يبقى اصبح عندي قياس الف على قياس ب بتساوي قياس ب على قياس ج بتساوي واحد يبقى اذا قياس الف بتساوي ستين في واحد تربيع بستين قياس ب باق بتساوي ستين في واحد بستين وهذا المطلوب ستين درجة كل واحدة فيهم تبقى ستين درجة شو بقى السؤالين المتفوقين اذا كان الف على باق بتساوي جيم على دل بتساوي اثنين فاوجد مجموعة الحل للمعادلة ألف سين تربيعا شوف انت هتستخدم الف وباق وجيم من النسبة دي ولكن كلهم بيساوي اثنين وتحل السين هو عاوز مجموعة الحل يعني عايز قيمة السين يلا هنقول لي بقى ما عندنا ألف ألف على باق باق على جيم جيم على دل بتساوي كم؟ اثنين المعادلة ألف سين تربيع سالب اثنين باق سين زائد جيم بتساوي صفر طيب احنا عندنا ألف على باق باق على جيم جيم على دل يساوي اثنين ألف سين تربيع نعود باق عن ايه؟ نعود عن الألف وعن الباق وعن جيم عأن المعادلة نعود أن الألف بكام؟ الألف تساوي دال ميم تقعيب يعني ميم تقعيب ما هي اثنين تقعيب يبقى تمانية انين في اثنين في اثنين بثنين دال في سين تربيع دي الألف زائد الباق اللي بتربيع الآن نعود أن الميم تربيع باقع ربع 4 دال في سالب الث الديكام سالب 8 8 سين فدال زائد كيم فدال في 2 فدال 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 نختصر على الديكام كله وعلى الاتنين بأربعة سين تربيع نقص أربعة سين ثم 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 أربعة سين إذا كانت 5 وسطاً متناسباً بينها سين 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 إذا كانت 5 وسطاً متناسباً بينها سين 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 إذا كان قادر الوسطاً متناسباً متنسبين لعلى السين السين إذا كان مربع الوسط المتناسب من سين للحوم LAURA إذا كان حصل diversity الشركزين سين أو تقول الأometeen الجزء التربع لسين للحوم رقمها يجب ان يجب ان يوجد الوسط المتناسب بين السيم و جزر المتناسب يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يقوم بعمل الغرب تربيعي. ما حصل ضرب. سين زائد واحد على صد. في صد زائد واحد على صد. بساوي. في جهاز التربيعي نضرب. ناخد صد مشترك. بين صد في صد. نقسم على المقام ده تديك صد في صد في صد. نقسم دافل واحد واحد واحد. بساوي الجهاز التربيعي. سين صد زائد واحد في سين صد زائد واحد على سين صد. بساوي الجهاز التربيعي. سين صد بكام بخمسة وعشرين نعود ثان. قوم بتساوي جهاز التربيع على خمسة وعشرين. سين صد زائد واحد على خمسة. قوم بتساوي خمسة وخمسة. واللي هو اثنين من عشرة. ثانيا. بساوي خمسة واثنين من عشرة. طبعا زائد واقص. زائد واقص لنزول المصدرات لكي تنسبة لي ونقوم بإمكانك التمرين على الوسط المكناسي ونشاهد درس تاني في مدعا الوسط السلام عليكم وراجاتي